موسيقى 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 انا اولا صدمت كثير بهذا الفيديو الذي يعرض ويهين كرامة السيد ناصر زفزافي و اظن ان من قام بهذا العمل وليش كأنها المخابرة المغربية او امن المغربي عموما لان هذا لانه بين ايدهم فهو في السجن انا صدمني كثير وهو عمل يعني شنيع ويستحق العقاب وهو يوسيق لصورة البلاد خارج المغرب ولصورة النظام داخل المغرب فهو يذكرنا بما يفعل ملالي طهران رغم ان لانه كل كل انظمة السلطوية ومنها المغرب تلجأوا الى عدة تيمات لتشعر بالناس اما الجنس واما المال واما المشروبات المحرمة الى اخيره وفي هذه الحالة عنده طابع جنس هذا لانه يعرضه على الناس وعلى الملأ وهو عاري وهو شيء عاري يعني هذا اظن انه قد يؤدي بالمغرب الى مالة حواذ العقباء لان هذا يدفع الناس الى الغضب اهله واهل الريف وكل المغاربة الى الغضب والغضب هو امه وابو ثورة قلت لكم مثلا ما يفعله الان هو منذ عشرة سنين يعني حكام طهران لهم ملالي ونظام اخر ولكن كذلك السلطوي تخيلوا حسب شهادة شيرين عبادي مثلا قالت بان زوجها عرضوا عليه يعني مومس او عامل الجنس وصوروه معها واتوا عنده للمنزل وقالوا له اما تقم بتصريحات ضد شيرين عبادي هذه جائزة نوبل في السلام او ان سنعرض هذا في التلفزة فقال بان زوجته عميلة لامريكا وطبع انتهى ذلك بالطلق بين هذا يعني هذا هذا الشهادة قدمتها في ماي 2016 شيرين عبادي لجريدة لومون اذا يمكنوا ان تبحثوا عنها اذا شئتم اذا هذه استعمال امور العري وتشهير جنسي بالناس يعني هذا خطير جدا ويدل على ان النظام ضعيف وعلى ان الطيار الامني الذي لا يؤمن الا بالقوة قد اخذ يعني قوة كثيرة داخل النظام المغربي وعلى المالك ان يتدخل يعني لطيارات اخرى داخل النظام ويقال لنا ان هناك وكذلك تيار اصلاحي او احيانا يقال لبيرالي داخل النظام عليه ان يعود وعليه ان يخرج المغرب من الشرنقة بحل مشكل الريف حلا ديمقراطي اي بتلبية المطالب لهي مشروعة وسهلة تحقيق نسبي موسيقى